موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بيكم في مراجعة جديدة من فيلم جامد والفيلم اللي حنتكلم عنه النهاردة هو فيلم سيفنتي فايف هندرد او سبعة تلاف وخمسمية يعني وهو انتاج نمساوي الماني امريكي مشترك ومتاح للمشاهد عبر شبكة امازون برايم وعنوان الفيلم اللي هو سيفنتي فايف هندرد ده الشفرة او الكود بتاعت الاستغاثة امام التدخل الغير قانوني وفي عرف الطيران حسب ما انا فهمت من احداث الفيلم بتعني ان في طيارة بتتعرض لهجوم ارهابي او محاولة اختطاف وده اللي بيحصل بالفعل للرحلة بتاعتنا المنطلقة من برلين والمتوجهة لباريس لما ضابطها الاول اللي هو توبايس ايلس بطلنا في الاحداث بيلاقي نفسه امام هجوم ارهابي بيسعى في الاساس للسيطرة على كبينة القيادة وهو بيتصدر الهجوم ده وبينجح في منعه رغم تعرضه للاصابة وبينجح في انه هو يبعد الارهابيين خارج الكبينة وبيفرط سيطرته على الطيارة ولكن الرغبة الرئيسية بتاعت الارهابيين زي ما قلنا هي اقتحام كبينة القيادة وبيضعوا توبايس امام اختيارات صعبة جدا وضغوط مستمرة علشان يسلم لهم الطيارة وبعد كده بنشوف ايه اللي بيحصل في التجربة المثيرة بتاعت احداث الفيلم التجربة المثيرة دي هي اللي بتصف الفيلم من حيث التصنيف هو من المفترض انه بيتعرض مع اوقات عصيبة جدا وصعبة جدا في مساحة دياءة جدا من خلال بطلنا والمعاناة والاختيارات الصعبة اللي هو بيتعرض لها المساحة الدياءة بتاعتنا هي كبينة القيادة لان فلسفة الاخراج في الفيلم بتفرض الاحداث كلها داخل المساحة دي الكاميرا بتاعتنا ما بتخرجش برة كبينة القيادة الا مرة واحدة بس بسبب اختيار فني مفهوم ومحترم داخل احداث الفيلم يعني ولكن احنا ما بيهمناش غير اللي بيحصل داخل الكبينة وشوية حاجات بتحصل خارجها بنشوفها من خلال كاميرا المراقبة والمونتر اللي بطلنا بيشوف من خلاله ايه اللي بيحصل برة الكبينة بتاعت القيادة ده بيفرض علينا احساس بالخنقة احساس بالكلاستروفوبيا زي ما بيقولوا احساس بالصراع واحساس بالواقعية والواقعية في الفيلم شيء يحترم جدا واعتقد انه هو كان مقصود بعدد كتير من المواجهات والفصول اللي ممكن تكون مش مفيدة قوي داخل العملية الرئيسية او الهجوم الرئيسي اللي الاحداث بتدور عنه ولكن بيقربنا اكتر واكتر من عالم الطيران او من الاحساس والمسئولية اللي بتكون موجودة عند الناس الطيرين او الافراد اللي بيتعاملوا مع قيادة الطائرة سواء على مستوى الطيرين والزباط والكلام ده او الطأم بتاعة الطيارة بشكل عام ده مفيد ولكن مفيد في التصنيف الرئيسي للفيلم اعتقد دي النقطة الرئيسية اللي الفيلم ممكن يكون بيخفق فيها شوية لان الحقيقة التجربة بتاعتنا مش مثيرة بالقدر الكافي اولا زمن الفيلم مش طويل زمن الفيلم ساعة ونص ومع ذلك الفصول بتاعة المواجهة ما بين توبايس وما بين الافراد بتوع الارهابيين اللي عاوزين يقتحموا الكابينة مش كتير الفصول قليلة ومن حيث الطبيعة مكررة وكل اللي بيتطور معانا هي معاناة بطلنا فقط ودي النقطة اللي الفيلم فيها بيحقق نجاحه الاكبر وصولا للفصل الاخير اللي بتجتمع فيه كل العيوب دي فصل طويل ممل مكرر وحقيقة متوقع جدا ان هيتو حيبقى شكلها عامل ازاي فبناء عليه الفيلم ممكن يكون بيتميز في بعض النواحي التقنية وبعض النواحي النفسية اللي المشاهد ممكن يدخل في حالة من حالات التعاطف وحالة من حالات الحيرة امام الاختيارات اللي قدام البطل فعلا ولكن الاختيارة ابعد ما تكون عننا خصوصا وان بعيدا عن النقاط التقنية المتميزة او المميزة بتاعة طبيعة المساحة اللي بنصور جواها والمواجهات اللي بتعرض لها بطلنا الامور بتاعتنا نمطية جدا نمطية جدا حتى تصنيف الارهابيين باهدافهم بالكلام ده كله نمطي جدا ومكرر جدا وماقدرش اقول ان الفيلم اقدم فيه الحاجات الكتير وهنا بنقدر نفصل شوية عن المسئولية او قدر اقول ان الفيلم ده من الافلام اللي سهل شوية ان احنا نحدد فيها الامور المتميزة او الحاجات الكويسة مين لي الفضل الاكبر فيها والاخفاقات مين لي اللوم الاكبر عليها لان بطلنا هو جوزيف جوردون ليفت من الممثلين المحترمين اللي الناس كلها بتشهد لها بالكفاءة وهو اللي بيعرضنا للتجربة الصعبة بتاعة البطل هو اللي بياخدنا في الصراعات اللي هو بياخدها هو اللي بيورينا ايه هي الاختيارات اللي قدامه ورغم هي قد ايه محدودة في نفس الوقت ايه هي صعبة وبينجح في ده بشكل كبير جدا ورغم تكرر المواقف ولكن من خلال تكسيده بنقدر نحس بتصاعد في حالته هو شخصيا سواء البدنية او النفسية او الامور اللي بيقدر يفكر فيها عشان يحاول يحل المعضلة اللي هو موجود جواها بينما تجربة الاطارة فهي بكل تأكيد منسوبة بالكامل لمخرج الفيلم باتريك فولراث اللي اقدر اقول ان هو عنده انجاز تقني جيد جدا في ان الاحداث بتاعتنا رغم انها بتدور في مساحة بياءة جدا ولكنها مفهومة ولكن متبعتها سهلة ولكن الاجزاء اللي ليها دعوة بالنقدر نقول الصراع البدني او الامور دا مفهومة ودي كلها انجازات محترمة جدا بالاضافة طبعا للفلسفة العامة اللي بتنقل لنا احاسيس صعبة بسبب المساحة الديئة ولكن لو خرجنا برا الانجاز التقني المباشر حنلاقي زي ما بنقول كمان مرة الاخفاق الكبير في ان تنقل لنا الاثارة يعني انا بحاول اقول ببساطة ان صراع صراع البطل وتنقل بشكل جيد جدا وطبعا المخرج ليه جزء من الفضل فيه ولكن اللي حيتفرج على الفيلم هيقدر يلمس قد ايه جوزف جوردون ليفت بيقدم فيه اداء فريد جدا بينما الجزء الخاص بالاثارة فهو مسؤولية المخرج بالكامل وما اعتقدش ان احنا نجحنا فيها وعلى مستوى الاداء التمثيلي برضو عندنا اداء مساند من ممثل اسمه سانية واحدة عشان انا كتبت اسمه اسمه اومد ميمار ده واحد من الارهابيين وده اللي بنتعمق جوه تفاصيل شخصيته شويتين وحقيقي هو ممثل كويس جدا الفيلم ده يا جماعة في الظروف العادية غالبا ما كناش هنشوفه خالص يعني ده اولا فيلم اتعرض في مهرجان لوكارنو السنة اللي فاتت ومن ساعتها وهو محدد انه حيتعرض على شبكة امازون برايم وانه مش هيحصل على عرض السينمائي واحنا عارفين كويس ان الحاجات دي ما بنقولش انها بالضرورة حاجات وحشة او حاجة زي كده ولكن بنبقى فاهمين ان مستوى الطموح فيها ما بيبقاش مرتفع قوي يعني احنا لو كنا في ايام عداية الافلام فيها بتنزل السينما بنروح نتفرج عليها والكلام ده كله احتمال ما كناش هنتفرج على الفيلم ده خالص ولا هنعوز نتكلم عنه خالص بس الظروف بتحكم طبعا والظروف بتخلينا نشوف الفيلم ده ونقول انه استثمار ترفيهي جيد للوقت اولا لانه هو على المستوى السينمائي وعلى المستوى الترفيهي فيلم محترم فيلم مش وحش مقدرش اقول عليه فيلم سايق بل هو فيلم جيد ولكن مشكلته الرئيسية فعلا في انه فيلم بيهدف للاثارة في زمن قصير جدا والنتيجة بتكون في احيان كتير متيرة للملل تقييمي بشكل عام للفيلم ستة ونص من عشرة واتمنى ان الفيلم ده يساهم في ان جوزيف جوردون ليفت يرجع لنا تاني في اطار الذاكرة شويتين راجل ده جماعة لسه بيعامل معاملة الممثل الصاعد اللي ان شاء الله بنتمنى له مستقبل كبير وهو قرب من اربعين سنة عنده تسعة وتلاتين سنة اتمنى ان هو ما يبعدش اكتر من كده عن الذاكرة بتاعتنا وعن انتباهنا وان احنا نشوفه بعد كده في ادوار كتير مناسبة اكتر لقيمته التمثيلية والعمر في نفس الوقت وبنعم عليه انا برشح الفيلم لحضراتكم يريت لو شفتوه تقول لنا رأيكم في الكومنس الف شكر لحضراتكم على المشاهدة يريت تعملوا شارعوا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول باول تبعوني على فيسبوك تويتر ونيمو بوديو و باي باي